اشتركوا في القناة فالقرآن قل الشيء اللي وذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَاءَ لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا قلنا إن سورة الصافات تتحدث عن أصول العقيدة أصول العقيدة البعث بعد الموت وإثبات النبوة والتوحيد هنا بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى مصير المؤمنين ومصير الكافرين وضرب لنا الأمثلة أراد الله سبحانه وتعالى أن يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم طرفة من قصص الأنبياء السابقين وفي العادة أنه إذا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قصص الأنبياء يبدأ بأولهم فيبدأ بنوح عليه الصلاة والسلام فيقول هنا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ يعني استغاث بنا نوح عندما كذبه قومه فكنا نعم المجيبين لاستغاثته وطبعا هنا القصة مختصرة قصة نوح وإلا فصلها الله سبحانه وتعالى في سورة العراف وفصلها في سورة هوت ومرت معنا وفصلها أيضا في سورة نوح وسوف تأتي وفي كل القرآن الكريم ذكر وفي العنكبوت ذكر لنا آية واحدة فقط فقالوا لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان فلاحظوا معي أولا كيف تكون قصة نوح مثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم بشكل كبير جدا أنت يا محمد كم لك الآن وأنت في مكة أنت بقيت في مكة 13 سنة ليس كذلك وهذه السورة سورة الصفات نزلت عليه قبل الهجرة بفترة يعني ربما له الآن سبع ثمان سنوات الآن في الدعوة أنت يعني تراك ولا شيء يعني مقارنة بنوح عليه الصلاة والسلام يبقى تسعمائة وخمسين سنة وأنت تبقى تسع وثمان سنوات فهذا يثبت النبي صلى الله عليه وسلم بشكل كبير جدا يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرى نوح يبقى تسعمائة وخمسين سنة وأنا فقط تسع سنوات فيصبر عليه الصلاة والسلام ويثبت نعم نعم فانظر يعني كيف يثبت الإنسان بمثل هذه القصص فيقول ولقد نادانا نوح يعني بدأ القصة هنا في سورة الصفات بإنقاذ نوح لم يبدأ بقصة إرساله لا فيقول يا محمد اطمئن نوح بقي هذه المدة الطويلة ذكر الله في أول القصة قصة نجاة نوح وانتصاره على قومه المكذبين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين ذكر فقط هذا المقطع مقطع إنقاذ نوح وانتصار الله له من هؤلاء المكذبين لم يذكر بناء السفينة ولم معروفة سبق أنها وردت عندنا في آيات في أسورا قديمة والقرآن الكريم يذكر القصة الواحدة خاصة في قصص بعض الأنبياء مثل موسى وعيسى وإبراهيم ونوح يكررها في مواضع كثيرة فيذكر هنا طرف وهنا طرف وهنا طرف عندما تجمع هذه القصص أو هذه الآيات مع بعض تكتمل لك القصة ثم تلاحظ أنه يورد من القصة في كل موضع ما يناسبه فهنا يذكر نصرة الله سبحانه وتعالى لأنبياءه وسرعة استجابته ونجدته فناسب أن يذكر لنا هذا الجزء من القصة وهي قصة إنقاذ نوح وإغراق البقية ثم يقول ونجيناه وأهله طيب ألم يغرق الله سبحانه وتعالى زوجته صح؟ زوجة نوح وولده أليس كذلك؟ أيها فمعناها نعم هذا من المعاني قد يكون ولكن ونجيناه وأهله من الكرب العظيم الأهل إذا أطلق المقصود به الأهل الأقربين فيمكن أن نقول أنه ونجيناه وأهله المؤمنين ويستثنى من لم ينجو من أهله وقد يقال أن المقصود بالأهل هنا هم أتباعه المؤمنون وإن كان هذا ليس هو المعنى الظاهر المتبادر للأهل لأن الأهل يعني ورد في القرآن الكريم مقصود به الزوجة والأبناء ولذلك نوح نفسه قال يا ربي إن نبني من أهلي وإن وعدك الحق فقال يا نوح إنه ليس من أهلك طيب ولاحظوا أن الله وصف ما وقع لقوم نوح من العذاب بأنه كرب عظيم عندما نجى الله نوح من الغرق فقال ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين الله سبحانه وتعالى إكراما لنوح عليه الصلاة والسلام جعل نسل البشرية من نوح فقط ولذلك نوح عندما ركب في السفينة ومن معه لم يتناسل إلا نوح فقط أما الذين معه فعلى السفينة لم يرزقوا بذرية تستمر ولذلك يقال لنوح عليه الصلاة والسلام أبو البشرية الثاني آدم هو أبو البشرية الأول ونوح هو أبوها الثاني لأن نسل البشرية بعد نوح كلهم من أبنائه قال الله سبحانه وتعالى وتركنا عليه في الآخرين أي جعلنا له ذكرا حسنا في الآخرين وفي الأمم التي بعدها فلا يوجد أمة من الأمم إلا وتثني على نوح اليهود والنصارى والمسلمين لا توجد أمة من الأمم تعادي نوح عليه الصلاة والسلام ولا إبراهيم أيضا سلام على نوح في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين إن كذلك نجزي المحسنين هذه آية مبشرة لأنها تفتح الباب لكل من كان على نفس منهج نوح عليه الصلاة والسلام بأنه سوف يكون جزاؤه كجزاء نوح ومن بعه إذا سار على نفس المنهج إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين هذه الآيات في قصة نوح عليه الصلاة والسلام ظاهرة الفوائد فلننتوقف عندها ننتقل للقصة التي بعدها في هذه السورة وهي قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام والله سبحانه وتعالى يختار من قصص هؤلاء الأنبياء ما يناسب جو هذه السورة في إثبات النبوة وفي إثبات التوحيد وتقرير البعث والجزاء بعد الموت ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإن من شيعته لإبراهيم يعني وإن من أمثاله وأتباعه على دينه إبراهيم يعني من شيعة نوح عليه الصلاة والسلام والشيعة هم الأنصار والأتباع والذين يشايعونك على رأيك وإن من شيعته إلى إبراهيم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء إبراهيم ابن آزر أبوه اسمه آزر كما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر ولا تلتفت إلى بعض من يقول أنه إبراهيم ابن تارخ ابن مدريش وأن آزر عمه والصحيح أن آزر هو أبو إبراهيم بنص القرآن الكريم وبنص السنة أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبيه آزر كذا وكذا إذ جاء ربه بقلب سليم يصف الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه صاحب قلب سليم والعلماء يقولون سليم من الشرك فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ظهرت في قصته وفي سيرته قضية التوحيد بشكل كبير جدا إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام في كل التصرفات أو في المواقف التي سوف تأتي معنا فيها إشارة إلى توحيده وكمال توحيده عليه الصلاة والسلام فالمعنى القلب السليم هنا القلب السليم من الشرك قال إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين يعني يلومهم ويعاتبهم على عبادة هذه الأصنام وأنها إفك والإفك هو الكذب المختلق المفترى فيقول أنكم يعني تعبدون هذه الأصنام افتراء على الله فما ظنكم برب العالمين يعني ماذا تتوقعون أن يفعل الله بكم إذا جئتم إليه يوم القيامة وأنتم تشركون به هذه الأصنام فما ظنكم برب العالمين وهذا سؤال استنكاري عليهم يعني أنهم يعبدون أصنام لا تنفع ولا تذر وقد تقدم في سورة الأنبياء تفصيل الحديث عن صفة هذه الأصنام وكيف فعل بها إبراهيم ثم قال الله فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم إبراهيم عليه الصلاة والسلام حاور قومه في هذه الأصنام وحاور والده ثم بعد أن فشلت كل المحاورات قرر إبراهيم أن يحطم هذه الأصنام فقال لهم أنا نظرت في النجوم فأتبين لي أنني لو خرجت سأصاب بمصيبة قالوا ها كويس مدام أنه يعني يؤمن بهذه النجوم وكذا هذه فرصة خلوه الفكرة أنه هذه خطة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح حنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذب ثلاث كذبات والبخاري رحمه الله في صحيحه يقول باب في المعاريض مندوحة عن الكذب وذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال إن إبراهيم كذب ثلاث كذبات المقصود بها أنه عرض ثلاث تعريضات فقال إني سقيم يعني قال إن قلبي مريض من هذا الذي أراه من هذه الأصنام وقال يوما عندما قيل له من كسر هذه الأصنام قال كبيرهم هذا وعندما أيضا سئل عن سارة عليه السلام زوجته قال إنها أختي في القصة المعروفة فهذه ثلاث هذه ثلاث يعني مواقف فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما تولوا مدبرين راغا كما صورها الله سبحانه وتعالى قال فراغا إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون يقولون جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى المعرض المتحف المعبد حق الأصنام فوجد قومه قد أتوا بشيء من الطعام إلى الأصنام قالوا فرصة نحن بنطلع نترك شيء من الطعام عند الأصنام حتى يتبارك الطعام فإذا جئنا نأخذ الطعام ونأكلها تكون حلت فيه البركة وأن لهم يعرفون أن الأصنام ما تأكل فلما جاء إبراهيم وجد الطعام موجود عند الأصنام فيسخر يعني يقول ألا تأكلون كلوا يخاطب الأصنام طبعا قال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين وطبعا تلاحظون يا شباب أن معنى هذه الآية عندما يقول الأصنام ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون إشارة إلى أن من أخص يعني كمال من كمال الإله سبحانه وتعالى أنه ينطق ويتكلم ولذلك الذين ينكرون صفة الكلام لله سبحانه وتعالى يشبهونه بالجمادات ونحن نثبت أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء ليس كذلك وأن هذا القرآن كلام الله فقال الله فراغ عليهم ضربا باليمين ولاحظ أنه يقول هنا ضربا باليمين تذكرون في السورة إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين فالعرب تعبر بهذا وتقصد به هذا المعنى فضربا باليمين قد يكون ضربهم باليدين معا وليس باليمين فقط لكنهم إذا أرادوا أن يشيروا إلى القوة وإلى الشجاعة أشاروا إليها باليمين كما قال الشاعر الشماخ بن ضرار الغطفاني إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين قال فأقبلوا إليه يزفون حطم الأصنام كلها إلا كبير لهم ترك فيه الفأس فلما جاءوا إليه يزفون يزفون يعني يهرولون ويجرون ما هذا الذي حدث انتشر الخبر الأصنام كلها محطمة ما بيقل إلا واحد طبعا أنتم طبعا ننظر لها نحن نظرة سخرية نحن الآن هذولا مجانين هذولا يعبدون الأصنام لكن طبعا بالنسبة لهم هذه مصيبة كبيرة لا تغتفر يعني أصنامهم هذه آلهتهم ما تعوب عليها هذه هذه يعني تخيل يعني فلما جاءوا إليها فوجدوها محطمة ومدمرة وسألوا طبعا من فعل هذا بألهتنا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم فلما جاءوا به في القصة فلذلك قال الله سبحانه وتعالى هنا فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون يعني الله خلقكم وخلقها أيضا قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم ولاحظوا هنا ما ذكر الله التفاصيل التي في سورة الأنبياء يعني قال فسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم الحوار الطويل هذا اختصرها الله وذكر مباشرة العقاب الذي قرروا أنهم يعني يعاقبونه به بعد أن فشلت المناظرات والمحاورات قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم طبعا ماذا صنعوا أوقدوا نار عظيمة لكن هذه النار العظيمة صعب جدا أنك تلقي فيها إبراهيم من مكان قريب فلذلك قرروا أنهم يبنون مبنى ضخم جدا ثم يملؤونه بالحطب وكانوا يعني يتقربون إلى الله طبعا المسألة أخذت وقت مشروع هذا كبير بنوا هذا المبنى ثم أخذوا يجلبون الحطب حتى يقال أنها كانت المرأة إذا مرضت تنذر لله تنذر لله أنها إذا شفاها الله أنها تحتطب حطب وتحطه في النار مما يدل على أنها أخذت وقت حتى جمعوا الحطاب وجمعوا وضبطوا يعني استوى المشروع انتهى ويقال في بعض الروايات أنهم رموه بالمنجنيق لكن حتى لوما هم بنوا المبنى ممكن يلقونه من فوق المبنى وفعلا جاء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا المشهد العظيم قد اجتمع أهل القرية كلهم وأهل المنطقة وأوقدوا نارا عظيمة طبعا لو تقرؤون في كتب بعض كتب التفسير يذكرون هذه النار أنها كانت تحرق الطير في الجو يمر يسقط في النار من شدتها فرموا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه النار العظيمة طبعا خلاصهم طبعا خلاص يعني متأكدين مليون في المئة أنه انتهى موضوع إبراهيم خلاص لن تقوم له قائمة وفعلا ألقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار ولكن الله سبحانه وتعالى كما قال فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين كانوا أصلا يعني متأكدين مئة بالمئة أن الموضوع انتهى لصالحهم وأنهم سيحرقونه حتى يعني يصبح عبرة لكل من تسول له نفسه أنه يدعو إلى مثل ما دعا إليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت لم يكن أحد آمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام ولاحظوا بالرغم ما بذل وناظر فلما يعني ألقي في النار أمر الله جبريل وأمر الله النار حتى قيل أنه في الرواية أن جبريل عليه الصلاة والسلام قال لنوح قال لإبراهيم قبل أن يلقى في النار هل لك إلي حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم فلا شك إبراهيم كان موحدا خالص التوحيد في كل مواقفها التي ذكرها الله عنه كان موحدا بكل معنى الكلمة فلما قال الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وانتهى الموضوع وقد تقدم معنا إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون طبعا لا شك أن الشيء مذهل جدا جدا أن يخرج إبراهيم من هذه النار العظيمة لا شيء فيه شيء مذهل طبعا أصابهم بالذهول ولم يستطيعوا أن يصنعوا له أي شيء وكفاهم الله أو كفاها الله شرهم ولذلك بعد أن خرج من النار أسقط في أيديهم ورأى هو أوحى الله إلي أنه لا خير في هؤلاء آمن به إلا لوط ابن أخيه وزوجته سار فخرج من مهاجرا طبعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعيش في العراق قبل أن يهاجر فهاجر إبراهيم من نينوى من جهة تقريبا الآن يسمونها محافظة صلاح الدين تقريبا أو الأنبار في جنوب العراق واتجه إلى بيت المقدس إلى بلاد الشام وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين هذه الهجرة وهذا فيها إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنك سوف تهاجر كما هاجر إبراهيم ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم لما خرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام من العراق واتجه إلى بيت المقدس دعا الله سبحانه وتعالى أن يهبه الولد وكان عمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما رزق بابنه إسماعيل ستة وثمانين سنة ستة وثمانين سنة وهذا هو أول غلام يبشر به لأنه لم ينجب من سارة فلما سافر إلى مصر أهديت إليه هاجر أم إسماعيل فأنجب منها إسماعيل فغارت سارة من هاجر يعني أمره الله فأخذ هاجر وابنها إسماعيل وذهب بهم إلى مكة في القصة المعروفة هذه البشارة هي بإسماعيل لأن هذا أول واحد يبشر به قال فبشرناه بغلام حليم ووصفه بأنه حليم والذي وصف بأنه حليم في القرآن الكريم من أبناء إبراهيم هو إسماعيل فقال الله سبحانه وتعالى فبشرناه بغلام حليم وذكر الله سبحانه وتعالى قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبنائه هنا بشيء من التفصيل في موضوع الذبيح وهي ما يسمونه بقصة الذبيح ولم يذكر الله سبحانه وتعالى هذه القصة إلا في هذا الموضع من سورة الصافات قال فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي يعني فلما كبر هذا الإبن وأصبح يجري معه ويمشي ويبلغ يعني يستطيع أنه يكدح ويشتغل مع والده رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل وتكررت عليه الرؤية عدة مرات فقال لابنه إسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتي أفعل ما تؤمر لاحظوا أن الإبن مؤمن ويعرف أن ما يراه والده في النوم أنه وحي ورؤية الأنبياء حق بدلالة هذه الآيات فانظر ماذا ترى طبعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما يستشير ابنه إسماعيل في هذا هم كلاهما مقاد لأمر الله سبحانه وتعالى ولكن يعرض عليه فانظر ماذا ترى قال يا أبتي افعل ما رأيت قال لا قال افعل ما تؤمر لأنه علم أن ما رآه في المنام هو وحي ستجدني إن شاء الله من الصابرين فوصف إسماعيل في هذا المقطع بصفتين الحلم والصبر والموقف الذي وقع فيه إسماعيل مع إبراهيم يعني يعني يستلزم الصبر والحلم واحد يقول أنا رأيت في المنام أني أذبحك ها لازم إذا كنت مؤمن وخلاص يعرف أنه وحي أن يتحلى بالصبر وأن يتحلى بالحلم طبعا هناك من المفسرين من يقول أن المقصود بالذبيح هنا إسحاق ابن إبراهيم ومنهم ابن جرير الطبري وعدد من المفسرين والكثير من المفسرين يرون أنه إسماعيل ابن إبراهيم وهذا الصحيح لأسباب أولا أنه ابنه الأكبر والابتلاء بذبح ابنك الوحيد ليس كالابتلاء بذبح ابنك الثاني ليس كذلك الأمر الثاني أنه في بعض الروايات التي وردت في الإسرائيليات أن يأمره بذبح بكره والبكر هو إسماعيل بالإجمع وفي رواية أن الأمر بذبح ابنك وحيدك أيضا هو إسماعيل وإسماعيل قد ولد قبل إسحاق بما يقارب ثلاثة عشر سنة لأنه ولد إسماعيل لإبراهيم وعمره ستة وثمانين سنة وولد إسحاق وعمره تسعة وتسعين سنة فبينهم ثلاثة عشر واربعة عشر سنة ثم إنه في الآيات التي معنا هنا في هذه السورة أنه قال رب هبلي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعية قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال ستجدني إن شاء يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين يعني فلما أسلم إبراهيم وابنه إسماعيل وانقاد لأمر الله قام إبراهيم بأخذ ابنه وألقاه على وجهه تله للجبين يعني ألقاه حتى يكون جبينه في الأرض حتى لا يرى وجهه وهو يذبح وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤية إنا كذلك نجزي المحسنين ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لإبراهيم فرأى أنت يا إبراهيم الآن جلست ستة وثمانين سنة ما عندك أولاد ثم رزقتك بابنك إسماعيل طبعا لا شك أنه عندما يرزق الرجل بابن في هذه المرحلة من الحياة يتعلق قلبه بابني هذا بشكل كبير ليس كذلك فأراد الله أن يختبر قلب إبراهيم ومحبته يشوف هل محبة الله في قلبك إبراهيم أعظم ولا محبة إسماعيل ولدك اللي جاءك على كبر فلما انقاد لأمر الله هذا وخلاص قرر أن يذبح ابنه علم الله أنه موحد وهذا أيضا من المشاهد والمواقف العظيمة في قصة إبراهيم التي تثبت أنه موحد قال قد صدقت الرؤية إن كذلك لنجز المحسنين وفديناه بذبح عظيم يقولون التفت إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإذا بكبش ينزل عليه من الجبل فأخذه وذبحه قلنا أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام أو البشارة هنا في قصة في سورة الصافات ذكر الله سبحانه وتعالى بشارتين فقال قال ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعية قال يا ابني أني أرى في المنام أني أذبحك إلى آخر القصة وقال قد صدقت الرؤية وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين طيب جميل الذين يقولون أنه إسماعيل يقولون بشره الله بإسماعيل لأنه هو أول واحد من أبنائه وهو الوحيد ثم ابتلاه الله بذبحه فنجح في الاختبار لأنه ابن الوحيد والكبير والابتلا به أعظم فلما نجح في هذا الاختبار كافأه فبشره بابنه الثاني من سارة فقال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وهذا هو القول الصحيح لأن إسماعيل عليه الصلاة والسلام عاش في مكة ولذلك الآن الأضحية يعني شرعت أول ما شرعت في مكة على يد إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ذبح هذا الكبش ويذكر ابن عباس يقول أنه جاء الإسلام والكبش في الكعبة معلق رأس الكبش يتوارثه قريش كابر عن كابر ورأس الكبش الذي ذبحه إبراهيم يتوارثونه من عهد سيء جدهم فلما جاء الإسلام وفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال لابن أبي شيبة اللي هو سدن مسؤول عن سدانة الكعبة قال غط رأسه خم رأسه حتى لا يشغل الناس في الصلاة وهم يطالعون في رأس الكبش هذا ثم يبس واختفى بعد ذلك يعني ضاع مع ما ضاع القول الذي يقولون أنه إسحاق طبعا هو قول مرجوح واليهود يحسدون بني إسماعيل على هذا الشرف يعني أولا يرون أن إسحاق هو ابن سارة وهي الحرة وإسماعيل ابن الأمة وهي هاجر فيعيروننا نحن يقولون أنتم أبناء الأمة ونحن أبناء الحرة طيب ثم لما رأوا هذا الشرف العظيم الذي ذهب به إسماعيل لأنه استجاب لأمر الله وضحى كاد أن يذهب روحه فداه الله بهذا الذبح وأصبح شعيرة قالوا مشكلة هذه لازم نتصرف فحرفوا التوراة وحرفوا كل أدلة التي تدل على أنه إسماعيل وحولوها على إسحاق كل ما حصلوا أي معلم من المعالم غيروه ولذلك يقول الشيخ عبد الحميد الفراهي لفتة جميلة وأنا لا أريد أن يطيل في هذا النقطة ومن أراد منكم أن يقرأ في هذا الموضوع قراءة مفصلة فليقرأ كتاب قيم جدا اسمه الرأي الصحيح في من هو الذبيح للشيخ عبد الحميد الفراهي هذا أجود كتاب قراءته في هذا الموضوع الرأي الصحيح في من هو الذبيح قال أصلا هذا الموضوع موضوع من الموضوعات الخطيرة وهو من أكثر الموضوعات التي حرفها بني اليهود في التوراة لأنهم يعلمون أن الشرف في هذا القصة سيذهب لإسماعيل وأبنائه فهم يريدون أن يذهب لإسحاق جدهم وإسحاق عاش هناك في بلاد كنعان في فلسطين وإسماعيل عاش في الحجاز فذكر الله سبحانه وتعالى في التوراة أن هذه القصة وقعت عند المروة على جبل المروة وجهة المروة والمروة ومكة وكلها من مناطق التي وقعت في مكة فذكر الله في سورة البقرة هذه من المعاني اللطيفة التي ذكرها الفراهي قال الله سبحانه وتعالى قال إن الصفى والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم يقول المروة موجودة في التوراة لكنهم يحرفون كلمة المروة حتى لا يذهب ذهن الذي يقرأها إلى إسماعيل لأن المروة ما هي موجودة لا في مكة قال فيحيرونها المروة يعني يحاولون أنهم يغيرون معالمها قال ولعل هذا والله أعلم من مناسبات أن الله بعد السور أو بعد الآية التي ذكر فيها الصفى والمروة ذكر الآية التي تدل على كتمان اليهود للحق فقال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون لأن هذه القصة قصة الذبيح من أشد القصص التي وقع فيها التحريف من قبل بني إسرائيل لأنهم يحسدون بني إسماعيل على هذا الشرف فنحن نقول ونعود للخص نقول أن الصحيح أن الذي أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبحه في هذا الموضع هو إسماعيل ابن إبراهيم لأنه هو الأكبر وهو الوحيد وهو البكر وأن الابتلا به أعظم وأن نجاح إبراهيم في هذا الابتلا جعل الله يكافئه بابنه الآخر من سارة التي هي زوجته الأولى ولكنها جاءها الابن على كبر وقد بشر إبراهيم بإسحاق في موضع آخر في سورة الذاريات وفي سورة هود وفي غيرها فبشرناه بغلام عليم ولم يصف إسحاق بأنه حليم ولا صبور وإنما وصفه بأنه عليم لكنه وصف إسماعيل بأنه صابر وصادق الوعد وحليم أحسنت الشيخ يعني أضاف دليل فعلا هو مذكور في تفسير ابن كثير وغيره فاتني وهو أنه يقال أن لا يمكن أن يكون إسحاق هو الذبيح لأن الله قد بشر بابنه وابن ابنه فقال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ويعقوب لم يولد لإسحاق إلا بعد وفاة جده إبراهيم فضل الشيخ هذا حديث ضعيف لو كان صح كان انتهينا لكن هذا حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن الذبيحين هذا حديث غير صحيح وإلا لو كان حديثا صحيحا لكان حاسما في القضية نعم فلا يوجد دليل واضح وحاسم في موضوع الذبيح حلو إسحاق أو إسماعيل إلا ما ذكرته لكم من استنباطات استنباط العلماء وإلا لو كان هذا الحديث صحيحا لكان واضحا وقاطعا في المسألة ثم يقول الله سبحانه وتعالى عن قصة إبراهيم هنا سلام وتركنا عليه في الآخرين أي تركنا له ذكرا حسنا في الآخرين فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يتولاه اليهود والنصارى والمسلمون كلهم يعتبرونه نبيا وجدا لهم لأنه جد وأب لكل الأنبياء الذين أرسلوا إلى بني إسرائيل وإلى العرب ولاحظوا في قوله سبحانه وتعالى هنا إنه من عبادنا المؤمنين إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولاحظوا ما قلناه لكم قبل قليل في قوله سبحانه وتعالى إلا عباد الله المخلصين كيف يصف الله سبحانه وتعالى خلص المؤمنين بالعباد حتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين طبعا الذين يقولون أنه إسحاق يقولون البشارة الأولى بولادته والبشارة الثانية بنبوته حتى يخرجون من هذا التكرار وظاهر القرآن يدل على أنه إسماعيل ولا تكرار في الأمر وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين يعني من ذرية إسحاق ومن ذرية إسماعيل كلاهما من ذريته محسن وظالم لنفسه مبين كسائر أبناء الأنبياء المتقدمين فإن منهم المحسن ومنهم المسي لذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو لهب وأبو طالب وقريش كلهم قريش يرجعون إليه ينتسبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكن كان منهم المؤمن المصدق مثل أبو بكر الصديق مثل علي بن أبي طالب مثل الصحابة الكرام رضي الله عنهم ومنهم المكذب مثل أبو لهب وأبو جهل وأبي بن خلف كلهم من ذرية إبراهيم ولكنهم ظلموا أنفسهم وكفروا يمكن أن نستنبط من هذه الآيات التي مرت معنا في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فوائد منها أن الخبيث والطيب لا يجري على العرق فقد يلد الرجل البر الرجل الفاجر وقد يلد الرجل الفاجر الإبن البر فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ولد لأب كافر صح وولد لإبراهيم نفسه عليه الصلاة والسلام أبناء كفر من ذريته بعد ذلك من الفوائد أيضا أنه لا يقال إن أمر إبراهيم بذبح ولده معصية والمعصية لا تجوز وإنما هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى يبتلي به من يشاء ومن فوائد هذه الآيات أن الأضحية سنة ومعروف عند جمهور الفقهاء على المقيم اقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ذبح هذا الكبش فداء لإسماعيل عليه الصلاة والسلام فهذه الأضحية تذكرنا بهذه القصة دائما واضح يا أخوان يعني الآن كل واحد مننا يذبح أضحيته يوم عيد الأضحى ترى أول من ضحى وكان سن هذه الأضحية إبراهيم عليه الصلاة والسلام وينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيام ولذلك اليهود الآن ليس لديهم مثل هذه السنة الأضحية لو كان الذبيح وإسحاق كانوا توارثوها لكن الدليل على أنه إسماعيل أننا نحن الذين توارثنا هذه السنة وهي الأضحية ومن فوائد الآيات أن رؤية الأنبياء وحي فإبراهيم لما رأى في المنام أنه يذبح إسماعيل نفذ وقال له ابنه يا أبا تفعل ما تؤمر فاعتبر الرؤية أمرا من الله سبحانه وتعالى ومن فوائد هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى قد اتخذ إبراهيم خليلا بعد هذه القصة لأنه تبين له بعد هذا الابتلاء أن إبراهيم ليس في قلبه أحد إلا الله سبحانه وتعالى حتى ابن إسماعيل الذي جاءه على كبر استجاب إبراهيم مباشرة لأمر الله له بذبح بالرغم من أنه ما جاءه إلا بعد عمر طويل ومن فوائد هذه القصة سبب تسمية الأيام بالتروية وعرف والنحر أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين رأى في المنام أنه يذبح ولده روى في نفسه أي فكر كما يقول بعض المفسرين فقالوا التروية ما أخوذ من التروي لأن إبراهيم تروى في هذا الحلم حتى تكرى عليه مرة مرتين وثلاث فسمي يوم التروية وبعضهم يرى أنه يوم التروية لأن الحجاج يروون فيه من الماء استعدادا ليوم عرف وهناك مسألة فقهية تتعلق بأصول الفقه دائما يذكرونها في كتب أصول الفقه وهي مسألة النسخ قبل التمكن من الفعل النسخ حكم من الأحكام الشرعية وهو أن الله سبحانه وتعالى يأمر بأمر ثم يأتي أمر بعده يرفعه يغيره يعدل فالأصوليون يسألون يقولون هل يجوز أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأمر ثم يرفع هذا الأمر ويأتي بأمر آخر قبل أن نتمكن من الفعل قالوا نعم مثل قصة إبراهيم هنا ألم يأمر الله إبراهيم بذبح ابن إسماعيل قلنا بلى طيب هل استطاع أن يذبح إسماعيل قلنا لا لأنه قبل أن يتمكن من الفعل فداه بذبح عظيم فنسخ هذا الأمر قبل أن يتمكن إبراهيم من فعله وهذه مسألة نسخ الفعل قبل التمكن من فعله نسخ الفعل قبل التمكن من فعله نكتفي بهذا أيها الإخوة في قصة إبراهيم وأنوح عليه الصلاة والسلام ونكمل إن شاء الله بقية القصص في المجالس القادمة وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك